تاب سوريز اليوم مع سينتيا ساركيس محررة بموقع ام تي في ورح بكون عنا هالوقفة الأسبوعية مع سينتيا لو حتى نكون عم نشوف كل المستجدات أو أهم الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع ويلي أكيد دايما موقع الام تي في هو السبق بأنه يحكي عنه سينتيا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أنا بدي أقول أنه رح نحكي تقريبا عن خمس مواضيع هالأسبوع يلي هني كانوا بارزين جدا كيف تقدروا تختارون يعني كيف تعرفوا أنه هني هولي مواضيع الساعة كانوا هلا هو المظبوط بلبنان عندك كل يوم عندك أخبار عاطلة للأصف يعني كل يوم عنا خبر جديد عنا مشكلة جديدة بلبنان ولكن دايما موقع الام تي في بيكون على مدار الساعة 24 على 24 عم يتناول كل المواضيع من السياسة للاقتصاد للمواضيع الاجتماعية للصحة للتكنولوجيا كمان عنا صفحة فنية بهذه الفقرة رح نكون عم نعرض لعدد من المواضيع يلي يمكن أكتر شيء شغلت العالم وصار فيه تفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالام تي في بتقدروا طبعا حسب هيك قراءة الأعداد اللايكس الشيرز تعرفوا أنه هالخبر كان عم بيهم الناس أكتر من غيره أكيد مظبوط مظبوط أوقات منلاحظ أنه العالم هالفترة مهتم بالسياسة أكتر حسب شو في عنديك تطورات بالبلد أوقات العالم بتكون زهقانة من السياسة تهتم أكتر بمواضيع صحية يعني مثلا وقتها كانت في عنا أزمة كورونا وقتها كانت بأوجه كانت العالم أكتر شيء عم بتتابع الأخبار المتصلة بهذا الموضوع يعني مثلا نحنا هذا الأسبوع أكتر المواضيع يلي شغلت اللبنانية كانت بطبيعة الحال هي أزمة البنزين يلي وشفنا المشاهد يعني طوابير السيارات يلي كانت عم توقف قدام الترومبيت كمان كان في عنا الارتفاع الجنوني بالأسعار يلي عم يستبق رفع الدعم يلي صار على الأجواب إضافة لأدراب القطاع الاستشفائي ووصولا للعتمة يلي موعودين فيها بنهية الأسبوع بدي أعلق شواء على العنوين سينتا أنا وياك إخوات على محطات المحروقات وأبتزاز ووقح يعني كمان اختيار العنوان قده هو مهم وللناس يلي بتوصلوا للنوتيفكيشنز نحنا بنعرف أنه هالعنوان هو يلي بيشد العالم مزبوط مزبوط قده بتجربوا أنه يكون هالعنوان هيدا أبيلين نحنا بالأساس منكون كتير عم نشتغل على العنوان لحتى نوصل الفكرة لأنه أول شيء الشخص بيشوف العنوان يا بيهمه بفوت بيقرأ أو ما بيهمه وعرفته وما عود بيقرأ رح نبلش بأول موضوع رح نحكي عنه اليوم يعني حمل عنوان هدف جديد للسارقين لن يخطره في بالكم من الطبيعة أنه تأثر الأزمة السياسية بأي بلد بشكل سلبي على الاقتصاد ولكن دايما التأثير الأكبر والخوف الأكبر بيكون على الوضع الأمنى فبتكتر السرقات وبتكتر الجرائم وهيدا الشيء للأسف بلشنا نلمسه بلبنان بالفترة الأخيرة يعني نحن بالعادة من خاف تنسرق سيارتنا بيتنا التليفون ولكن هالمرة بلشنا نشوف سرقات غريبة وما بتخطر بالبال يعني تخيلي أنه في أشخاص وصلت معهم أنه نسرقوا قطعة من الأسانسير هيدا القطعة اسمها البورد وهي كتير أساسية لحتى يشتغل الأسانسير والسبب أكيد هو سعره يلي بيوصل للألف دولار هين كتير سرقتها لأنها بتكون موجودة بقودة الأسانسير يلي ببعض البنايات بتكون بلا باب وبالتالي بتكون هدف هيا للسرقة نحن ضوينا على هذا الموضوع بالأحرى على هذه الظاهرة الخطرة والغريبة لحتى نلفت نظر المواطنين وتجنيبهم أنه يكونوا عرضة لهيك سرقات إلا إذا كانوا حابين أنه يطلعوا ينطلوا على الدرج لأنه هي تمنعهم الأسانسير يشتغل وهيكي بيكون مش بس خبر ولكن بيكون كمان تنبيه وتوعية للمواطنين نتقل لتاني موضوع معنا يلي حمل عنوان خوات على محطات المحروقات وابتزاز وقح مشهد البهدلة على المحطات كان من دون منازع هو الأبرز هالجمعة ومين منا ما شاف أو حتى وقف بالدور ناطر على الترومبا لحتى يعبوله بعشرين أو بثلاثين ألف ليرة فينا نشوف الفيديو رح منشوف الفيديو سوا نوع منحسه كأنه من شي مبرمج يعني للناس عن جد للأسف يعني مشهد مزل كنا عم نشوفه عم نشوف هون عاجئة السير يلي كانت على فكرة عملت عاجئة سير على الهايوي كمانا من كترة ما عجئت على الترومبات البنزين وهيدي ما عم بفوله السيارات يعني بيعطوا أو بعشرين أو بثلاثين ألف كمان بتجربوا تفسروا شوي حيثيات الموضوع أكيد أكيد ولكن نحن غير هالمشهد كان فيه مشهد مزل أكتر عم بيصير على بعض المحطات يلي كانت عم تبتزد المواطنين يعني تخيلي كان فيه مواطنين عم يتعرضوا للابتزاز لحتى يقبل الموظف أنه يعبيلهم بنزين أكتر يعني في عدد من المواطنين خبرونا أنه بيجي الموظف لعندهم بيقلهم أنه أنا بعبيلكم الإيمية اللي بدكنيها ولكن بشرط أنه بدي عشرة بالمية زيادة على الإيمية اللي رح تدفعوها يعني إذا أنت عبيت بمئة ألف هو بده عشرة ألف زيادة لقلو أكتر من هيك في مواطنين مش بس تعرضت للإبتزاز ولكن تعرضت للتهديد يعني رحت لتعبي بنزين قاله بدي زيادة قالت له أوكي بس عبيلة وإجا بده يقبض زيادة لقلو رفضت هون بيقلها أنه أنا أخدت رقم سيارتيك والمرة الجاية إذا بتفكر أنه ترجعي على الترمبا رح تسترلك السيارة يعني أوأح من هيك ما بقى يسير وعنجد ما بقى في كلمة توصف الوضع يلي وصلنا له كرمل هيك ممنوع أنه نقبل بهذه الممارسات ومثل ما أنه يلي عم بيصير مرفوض كمان السكوت عنه مرفوض ولازم كل مواطن بيتعرض لهيك نوع من الإبتزاز على الترمبا لازم يشتكي عند صاحب المحطة يلي بالمبدأ مش مفروض أنه يقبل أنه يصير هيك شي عنده يعني شي بيشرف للحقيقة رح نتابع وأغلبية الأخبار هالأسبوع هي أخبار اقتصادية على المشاكل اللي عم بتصير بالسوق اللبناني رح ننتقل على المأكلات موضوع التالت دايما بالمقاسي اللي عم بعيشها المواطن وهالمرة بلقمة عيشه اللي صار بين حسب لألف حساب وحساب الموضوع التالت حمل عنوان حقيقة مؤلمة هذا ما بات يطلبه المواطنون من بائعي الدجاج مع رفع الدعم عن اللحم والدجاج ارتفعت الأسعار وهذا الشي طبيعي ومثل ما في كتير أصناف غابت عن موائد اللبنانية بسبب ارتفاع سعرها كمان الدجاج يبدو انه بلش يغيب عن كتير بيوت عن بيوت كتير من اللبنانية بوابساة الام تي في كنا عم نعمل موضوع عن الأزمة بقطاع الدواجن ولكن المفاجأة كانت بس خبرنا عدد من التجار بهذا المجال عن يلي عم بيصير عندهم بالقوين الأخيرة ففي مواطنين صاروا عم يجوا يطلبوا رقبة الدجاج الرقبة يلي هي بالعادة بتكون من عدام بيكون فيها شوية الدجاج وبالعادة هي بتنبيع يعني حتى ما بتنبيع إذا بديك بيجي أصحاب الأشخاص يلي عندهم كلاب بيشتروها بالخمسة ستة كيلو بيخدوه بألف ليرة يعني استعار كتير رخيص صار في مواطنين للأسف يمكن مش قادرين أنهم يشتريوا للجاج صاروا بيطلبوا بس الرقبة يعني موضوع كتير مزعج ولكن بيوضح شوي الوضع يلي وصلوا عدد من اللبنانية كرمل هيك هون وكمان في احتكار الأسعار هون يعني كمان زادوا أسعار الرقبة كرمل هيك كرمل هيك أهم شيء أنه وقتا يجي وقت المحاسبة المواطن يظل متذكر وما ينسى عن جد اللي عم نقطع فيه اليوم ويلي وصلونا لأله يعني أخبار عن جد بتحزن كتير وضروري اللي عم تذكري مهم كتير سينتيا أنه ما ننسى وما نسكت عن حقوقنا يعني نحن عنا حقوق كمان حقوق الإنسان قدنا حقوق الإنسان لازم ننتبه ونطالب فيها أيضا نظبوط ما ننسى بالمقابل وبوقت الدولار تحول إلى حلم بلبنان بعد في عدد من موظفي أو بعضهم موظفي السلك الدبلوماسي بالخارج عم يقبضوا رواتبهم بالدولار ونفس الراتب ما تغير بحسب الدولية للمعلومات فيه بالسلك الدبلوماسي بالخارج 262 موظف بيكونوا موزعين على الفئات الثلاثة وبحسب قانون سلسلة الرتب والرواتب بتوصل بعض الرواتب بالفئة الأولى لـ 8300 دولار ويلي ما بيعرفوا البعض أنه بعض الرواتب السفرة ببعض البلدين ممكن يوصل لأكتر من 20 ألف دولار بالشهر خلينا نشوف الفيديو نشوف الفيديو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ومن انتقل لآخر خبر لليوم بس بدي علا على هذا أنه بالقبي أبرس واليونان يلي شهدوا أزمات كبيرة شبيهة إلى حد ما بالأزمة بلبنان عمدوا لتخفيض رواتب وعديد السلك الدبلوماسي تابعهم بالخارج حتى أنه نسكروا بعض السفرات يلي ممكن الاستغناء عنها بلبنان ما بيمنع ما في شي بيمنع أنه نحن كمان نتبع هذا السيناريو أكيد في بلدين بتحتم أنه يكون فيها رواتب السفر عالية نسبة لكلفة المعيشة اللي بتكون غالية هناك ولكن كمان فيه يمكن دول معنا علاقات دبلوماسية كتير مهمة معهم فينا نستغني عن السفرات ولو لفترة موقتة أكيد لحتى ننفر على الخزينة ونخفف المصاري مش يعني عم نستغني عن العلاقات الدبلوماسية بس يعني الإشارة اللي عم تنقال وعم بتصير شي مش مقبول وين اللبناني عم بيطار يشتري رقبة لحتى يطعم ولاده يعني مضبط بالموضوع الأخير معنا لليوم هو تحت عنوان أطفال في لبنان تحت خط الجوع وصور مذلة بلبنان مش بس الكبار عم بيعانوا كمان لصغار فحرمين الأطفال من الحليب يلي هو ضروري لنمون الجسد والزهن هو عن جد جريمة حقيقية ولا ممكن أنه يصير بأي بلد بالعالم من أشهر عم بيعاني الأهل حتى يحصلوا على علبة حليب لأولادهم هون عم بيبروموا من صيدلية لصيدلية وما عم بيلاقوا حتى وصل اليأس بالبعض لأنه ينشعوا على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعلبة الحليب يلي هني بحاجة لإله ويعرضوا مقايدتها يعني أنا مستعد أن أعطي كيس حفظات مقابل أحصل على علبة هيدا الحليب لأبنه وهذا الصور اللي عم نشوفها هي عينة عن هيدا الموضوع يعني اللي بدي أقوله هو كأنه مثل ما كنا عم قول كل شيء ممنهج لأنه الأساسيات الحياة اليوم صارت منا موجودة عند الناس وعيب يعني عن جد يضغطوا على كل المواطنين بهيد الموضوع هيدا الموضوع يعني كنت للأسبوع صحيح للأسف أن كلها مأساوية ولكنها هي إنعكاس صراحة للوضع اللي عم نعيشوا بلبنان على أمل أنه الأسبوع الجاية يحمل أخبار إيجابية على كل حال بفتكر يمكن ضروري كمان نعمل نوع من ما تركاج على مواضيع الأساسية نعمل فيها توعية مثل ما ذكرنا وتنبيه مزبوط أيضا للمواطنين بدي أوجه لكم تحية كلكم فردا فردا لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا عنا بي الويب سايت الام تيفي تحية لداني حداد أكيد زميلنا وإستاذ بالتحرير دعويل للمواطنين دايما نضلوا عم بيتابعوا mtv.com.lb وحساباتنا على فيسبوك تويتر وإنستغرام لمتابعة الأخبار سينتيا ساركيز شكرا لألك بريكم درجة اشتركوا في القناة